السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم الصناعي قسم الإلكترونيات أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة التحكم الإلكتروني وهنتكلم بشكل عام النهاردة على إيه هي مادة التحكم الإلكتروني وإيه الدروس اللي المفروض هندرسها طبعا إحنا عارفين إن المادة دي بيدرسها طلبة الصف الثاني وطلبة الصف الثالث بالمدارس الصناعية تخصص الإلكترونيات التحكم الإلكتروني طبعا زي ما إحنا عارفين إن النهاردة كل المجالات الصناعية الآلات والماكينات كل الأجهزة زي ما إحنا بنشوف طبعا حتى في البيت عندنا أجهزة التكييف الغسالات اللي هي الفول أوتوماتيك أجهزة التلفزيون كل الأجهزة نلاقي إن لازم يكون داخل فيها جزء من التحكم الإلكتروني طيب ندي أمثلة بسيطة كده علشان نبقى فاهمين يعني مثلا بالنسبة للتلفزيون كلنا طبعا بنتحكم في التلفزيون ونشغله عن بعد باستخدام الريموت كنترول الريموت كنترول ده عبارة عن إيه؟ دايرة التحكم الإلكتروني طبعا أجهزة التكييف هنلاقي برضو فيها جزء من التحكم الإلكتروني باستخدام طبعا حساسات لدرجة الحرارة ويقف فيها دايرة إلكترونية عشان تتحكم فيه تشغيل وإيقاف الجهاز التكييف نفسه عشان يوم بعملية التبريد عشان يوصل للدرجة درجة الحرارة المطلوبة اللي احنا بنثبطه عليها طبعا بالنسبة مثلا أعمدة الإنارة في الشوارع فنلاقي إن بالنهار بتكون الأعمدة مطفية وعند حلول الظلام أول مطلوب يبدأ يقل كده المغرب كده نلاقي إن الأعمدة تروح من وراء لوحدها مين اللي بيتحكم فيها ومين اللي بيشغلها طبعا بتكون عبارة عن برضو دايرة التحكم إلكتروني وزي ما احنا شفنا في الأمثلة ديت كده طبعا في المصانع كمان ما ننساش أهم حاجة الآلات الصناعية طبعا زمان كانت الآلات والماكينات زي ما كنا بنشوف يمكن حتى في التلفزيون كده في الأفلام القديمة تلاقي الآلة واقف جنبها أو حواليها عدد كبير من الفنيين والمهندسين علشان يشغلوها لأن كل جزء فيها كان بيتم في التحكم بطريقة ميكانيكية وبطريقة يدوية لكن النهاردة طبعا باستخدام الأجهزة الإلكترونية بقى يتم التحكم في الآلات والعمليات الصناعية بنسبة تقريبا 100% بدون تدخل العامل البشري وكمان بقينا نقلل نسبة الأخطاء إلى أقل درجة وتكاد تكون الأخطاء تسوي سفر أنا بقول تكاد علشان طبعا يعني ممكن يبقى فيه نسبة خطأ ممكن تكون ضعيفة جدا بس بنتداركها أو بنحلها يبقى أجهزة التحكم الإلكتروني اللي إحنا بنستخدمها دي من خلالها بنقدر نتحكم طبعا في كل الآلات والعمليات الصناعية بأعلى كفاءة أعلى جودة وبأقل نسبة خطأ طيب إحنا طبعا في الصف الثاني بنتكلم على إيه هي عناصر التحكم الإلكتروني يعني أنا مثلا علشان أتحكم في درجة حرارة مش أنا محتاج أن أنا أقيس درجة الحرارة دي وأحولها لإشارة كهربية مناسبة علشان أقدر أستخدمها في عملية التحكم يبقى لازم يكون في عندي عناصر من خلالها أقدر إن أنا أحول درجة الحرارة إلى إشارة كهربية ودي زي مثال بسيط مثلا المقاومات الحرارية المقاومات دي مقاومتها بتتغير بتزيد وبتقل على حسب درجة الحرارة وهنعرف الكلام دوت بالتفصيل دلوقتي يعني إيه هنمشي واحدة واحدة كده وهنفهم كل حاجة مع بعض هنيجي مثلا علشان نتحكم في الإضاءة زي ما أنا ديت مثال دلوقتي أعمدة الإنارة اللي تم وجودها في الشوارع يبقى أنا لازم يكون عندي عناصر تتحكم في شدة الدوق أو تتحكم من خلال شدة الدوق يعني معناها إيه؟ معناها أنها تتأثر بشدة الدوق لو الدوق زاد أو قل هي تحول الدوق دوت إلى إشارة كهربية وأقدر استخدم الإشارة الكهربية ديت في عمليات التحكم زي مثلا المقاومات الضوئية وفي عناصر تانية كمان غير المقاومات الضوئية هنقولها دلوقتي زي السنائيات الضوئية وزي الترانزيسور الضوئي ويمكن ديت بتكون الحساسية بتاعتها بتبقى أعلى من المقاومات الضوئية في عندي طبعا عناصر للتحكم في السرعة عشان تقدر تحول السرعة زي مثلا سرعة المحركات تحولها إلى إشارة كهربية وأقدر استخدمها في عملية التحكم عشان تتحكم فيه الآلة طيب في عندي برضو عناصر أقدر أن أنا أستخدمها للتحكم في مستوى السوائل داخل الخزنات زي ما بنشوف طبعا في المصانع والمصانع الكبيرة بيبقى فيه مثلا زي المصانع تكرير البترول مثلا المصانع بتاعت المواد الكيموية بيبقى فيها خزنات طبعا الخزنات ديت بيقى فيها مواد سائلة ممكن تكون مواد كيموية ممكن تكون مثلا مشتقات البترول زي البنزين أو زي السولار الخزنات ديت طبعا علشان نتحكم فيها وفي مستوى السائل اللي فيها لحد معين بحيث أنه لما الخزان يتملي على طول الصمام يتقفل ولما نسحب السائل من الخزان دوت والمستوى بتاعه يقل يرجع الصمام يتفتح تاني علشان يملى الخزان مرة أخرى الكلام دوت بيتم برضو بطريقة آلية دلوقتي باستخدام الأجهزة الإلكترونية زي ما قال يبقى فيه حساسات برضو علشان تقسلي مستوى السائل اللي بيكون داخل الخزانات ويحاولها طبعا لإشارة كهربية ومن خلال الإشارة الكهربية ديت بقدر استخدمها بقى للتحكم في السمامات اللي هي زي ما قلنا السمام يعني محبس يعني السمامات ديت اللي هي طبعا هتسمح بمرور السائل علشان يملى الخزان مرة أخرى يبقى من الكلام اللي احنا قلناه إن كل حاجة حوالينا النهاردة بتشتغل بالتحكم الإلكتروني ما ننساش طبعا السيارات يعني أي حد عنده عربية هيلاقي برضو وخصوصا العربيات الحديثة هتلاقي فيه شاشة بتبقى قدام السائل بتاع العربية وبيبقى عليها بعض الاختيارات أو بعض الحاجات اللي هو يقدر من خلالها برضو يتحكم فيه زي ما بنقول كده الخدمات اللي بتكون موجودة فيه السيارة ويقدر إن هو مثلا يشغل التكييف يتحكم في درجة الحرارة وهكذا الطيارات السفن يبقى كل حاجة مركبات الفضاء الأقمار الصناعية يبقى كل حاجة النهاردة حوالينا بتشتغل بالتحكم الإلكتروني فالمادة طبعا مادة مهمة جدا ولما نتعلمها كويس هنلاقي بالنسبة بقى لمجالات العمل لا الكلام دوت طبعا متاح وفي أماكن كتير زي ما قلت النهاردة كل المصانع بتستبدل طبعا الآلات القديمة بالآلات الحديثة والآلات الحديثة كلها زي ما قلت شغلة بإيه بالتحكم الآلي أو التحكم الإلكتروني يبقى لازم الطلبة بتوعنا لازم يكونوا متضربين على الكلام دوت بحيث أنه لما يخرج لسوق العمل يلاقي الحاجة اللي هو درسها هي اللي موجودة فعلا في المصانع ويبقى عنده خلفية وعنده دراية بيها ويقدر أنه هو يتعامل معاها ما يروحش يتصدم طبعا بالواقع ويلاقي أنه كان ايه الكلام اللي قدامه دوت والآلات الحديثة دي شغلة ازاي ويبقى مزهول من اللي شايفه قدامه فالنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض كده يعني مقدمة نعرف فيها مادة التحكم الالكتروني ايه هي عناصر التحكم الالكتروني اللي احنا بنستخدمها والكلام دوت على فكرة هنبدأ ان شاء الله بقى في الحلقات اللي جاية هنبدأ نغضب التفصيل في بالنسبة للصفوف طبعا زي ما قلت الصف الثاني والصف الثالث للالكترونيات طبعا ففي الصف الثاني بندرس في التحكم الالكتروني بنعرف ايه هي الاول عناصر التحكم الالكتروني وأنواعها وكل عنصر منها إيه الخصائص بتاعته وبيشتغل إزاي وبيستخدم في إيه وبعد كده نبدأ ناخد دواير تحكم بسيطة كأمثلة برضو علشان نفهم نستخدم العناصر دي إزاي في عمليات التحكم وبنيجي بعد كده بقى في الصف الثالث بنتكلم بشكل أخاص على التحكم الرقمي لأن التحكم الإلكتروني مش مجرد بس دواير إلكترونية زي ما قلت أو حساسات زي مقاومات حرارية ولا مقاومات ضوئية ولا غيرها لا النهاردة طبعا بدخول الحاسبات في عمليات التحكم احنا عارفين طبعا أن الحاسب بقدر أننا أحمل عليه برنامج للتحكم والبرنامج ده طبعا إحنا اللي بنصممه وإحنا اللي بنحدد إيه هي الأوامر اللي المفروض ينفذها وناخد إشارة التحكم اللي بتكون خارجة من الحاسب دي وبتتوصل بقى المين للحساسات والمشغلات اللي هي الأجزاء الميكانيكية اللي المفروض تتحرك فيه الآلة علشان تقدي الوظيفة المطلوبة منها فيبقى مين اللي بتحكم في الآلة هنا؟ الحاسب والحاسب طبعا زي ما قلت رقمي فإحنا بنبرمجه وبرنامج التحكم ده هو اللي بيتحكم في تشغيل الآلة في كل الخطوات وفي كل المراحل بتاعتها وطبعا زي ما قلت باستخدام الحاسب أنا بعلي الجودة والكفاءة بتاعة الآلات بحيث أن أنا بتحكم طبعا في الآلة وفي تشغيلها بأعلى كفاءة وأعلى جودة ويقل لنسبة خطأ وتكاد تكون معدومة زي ما قلت يعني الهدف الأساسي من التحكم الآلي أو التحكم الرقمي أنه هو يقلل لنسبة الخطأ في العمليات الصناعية وده طبعا بيرجع برضو بميزة مهمة أن التحكم الرقمي ده أو التحكم الإلكتروني لما يقلل لنسبة الأخطاء فبالتالي أن المنتجات اللي طلعة بتكون الجودة بتاعتها عالية والتكلفة بتاعتها كمان بتقل بتنخفض ليه؟ طالما أن ما فيش أخطاء ما فيش إهدار خلاص للخمات مثلا أو للمنتجات اللي طلعة فبالتالي أن التكلفة في النهاية بتنخفض وده بيرجع على سعر المنتج في الآخر طيب تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف واحدة واحدة يعني إيه التحكم الإلكتروني وإيه هي العناصر اللي أنا هستخدمها في عمليات التحكم وخصائص كل عنصر فيها كده بالتفصيل أول حاجة طبعا بنقول مفهوم التحكم معناه إيه؟ التحكم بشكل عام هو السيطرة التامة على تدفق طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة نسبياً يبقى التحكم هو السيطرة التامة على تدفق طاقة كبيرة باستخدام طاقة صغيرة إيه؟ نسبياً طيب فاهمين معناه إيه؟ معناها إيه الجملة دية؟ معناها إن التحكم بشكل عام سواء بقى تحكم إلكتروني أو رقمي أو خلافه معناه إيه؟ معناه السيطرة على تدفق طاقة كبيرة يعني إيه طاقة كبيرة؟ يعني أنا مثلاً في الآلة خلاص آلة في المصنع وعايز أتحكم في تشغيلها والآلة دية بتستهلك طاقة كهربية كبيرة مثلاً علشان تشتغل بقدر إن أنا أتحكم فيها وفي تشغيلها من خلال إيه؟ طاقة صغيرة نسبياً زي مثلاً مفتاح كهربي المفتاح دوت طبعاً بيستهلك طاقة إيه؟ بسيطة دايرة التحكم بسيطة دايرة صغيرة فيها ترانزيستور مثلاً أو فيها ريلي أو متمم كهربي يبقى بقدر إن أنا أتحكم أو أسيطر على طاقة كبيرة باستخدام عناصر إيه؟ صغيرة أو طاقة صغيرة طب التحكم الآلي معناه عملية التحكم بيتم فيها استبدال الأجهزة مكان العامل البشري وزي ما احنا قلنا دلوقتي إن التحكم الآلي خلاص؟ معناه إن أنا بستبدل العامل خلاص؟ واجيب مكانه أجهزة الأجهزة دي زي الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الرقمية اللي هي هتقوم بإجراء عملية التحكم في تشغيل الآلات والمعدات بدون تدخل العامل البشري يبقى إحنا كده عرفنا يعني إيه التحكم ويعني إيه التحكم الآلي طيب تعالوا نبص كده على دايرة بسيطة جداً كمثال يعني دايرة التحكم باستخدام مقاومة ضوئية يعني أنا من خلالها أنا عندي مقاومة ضوئية زي ما قلت من شوية المقاومة ضوئية دي يتعنصر حساس للضوء المقاومة ضوئية دي قيمتها بتكون كبيرة جداً في الظلام ولما الضوء يسقط عليها قيمتها بتقل يعني بتوصل يعني معناها إن هي في الظلام بتكون عزلة مقاومتها كبيرة ولما الضوء يسقط عليها مقاومتها تقل فجأة فتوصل للتاري الكهرابي فأنا بقدر استخدمها في دوائر التحكم باستخدام إيه بقى باستخدام الضوء فالدائرة اللي قدامي دي دائرة بسيطة جداً وقدر استخدمها في حاجات كتير لو إحنا بصينا كده هنلاقي هنا إيه دا مصدر الجهد اللي هو الفي مصدر الجهد رايح لمين مقاومة متغيرة المقاومة المتغيرة دي يعني أقدر أتحكم في الجهد من خلالها أقدر أزوده أو أقدر أقلله على حسب القيمة المطلوبة يعني الطيار الكهرابي هيمر كده يروح لمين بقى المقاومة الضوئية طيب المقاومة الضوئية دي زي ما قلت لما يكون في حالة الظلام مقاومتها كبيرة جداً فما فيش طيار الكهرابي هيمر من خلالها لكن عند سقوط الضوء عليها زي ما إحنا شايفين كده الأشعة دي بتعبر عن إيه أشعة الضوء طيب عند سقوط الضوء عليها مقاومتها تقل وتسمح بمرور الطيار الكهرابي الطيار الكهرابي بقى هنا هيمر يروح لمين ده متمم كهرابي أو ريلي يعني بيكون عبارة عن إيه ملف ملف مغناطيسي الملف دوت لما يمر في طيار الكهرابي يعمل إيه يولد مجال مغناطيسي وزي ما إحنا شايفين قدام الملف بيبقى فيه إيه ريشة زي المفتاح كده ريشة متحركة الريشة دي الملف بيجذبها عن طريق المجال المغناطيسي زي ما قلنا فيروح موصلة دايرة الخارجية اللي هي دايرة التحكم اللي أنا من خلالها هقدر أتحكم في الوظيفة المطلوبة يعني إيه يعني لو أنا مثلا كنت عايزة أتحكم في لمبة أو مصباح مثلا لو موجودة هنا أقدر أتحكم فيها إذا كانت تنور أو تطفي لو حطيت هنا مطور المطور دا واتها أقدر أتحكم فيه إذا كان يشتغل أو يفصل طبعا هنا في الدايرة الخارجية اللي هي دايرة التحكم الخارجية دي ناخد بالنا إنه بقى ليها مصدر جهد تاني عشان بس نبقى فاهمين لأن هنا طبعا أو حد قال لي طيب أنا يعني لو حطيت لمبة هنا هتنور طب هتنور من إيه دا فيش مصدر للجهد لا دايرة التحكم دي بتبقى دايرة كبيرة تانية وممكن تكون بتشتغل بجهد كبير كمان خلاص غير الجهد اللي مشغل دايرة التحكم البسيطة فأقدر من خلالها إن أنا أتحكم زي ما قلت في إضاءة مصباح أقدر أتحكم فيه مطور يشغل لي آلة مثلا أو معدة في المصنع ممكن تستخدم كدايرة انذار يعني ممكن يتركب هنا مثلا سرينة أو جرز بحيث تعمل صوت انذار ماشي ودي زي ما بنشوف كتير في البنوك مثلا أو الشركات بيبقى فيه دايرة انذار بسيطة بتشتغل عن طريق أشعة الليزر فتلاقي شعاع الليزر هنا بيسقط على مين على المقاومة الضوئية أو الخلية الضوئية طول ما شعاع الليزر موجود فخلاص الدايرة سكتة ما بتشتغلش أول ما حد يمر ويقطع شعاع الليزر دا إيه اللي يحصل على طول تروح موصلة إشارة لمين لدائرة التحكم فدائرة التحكم تشغل وتصدر صوت الإنذار إذا كانت سرينة مثلا أو جرز للإنذار في الآلات والمصانع زي ما هنشوف إن شاء الله فيديو بسيط كده بيوضح لي برضو استخدام التحكم الآلي والتحكم الإلكتروني في تشغيل الآلات والمعدات هنلاقي برضو باستخدام المقاومات الضوئية ففيه شعاع الليزر بسيط بيبقى متسلط على المقاومة الضوئية أو ممكن يكون سنائي ضوئي أو ترانزيستور ضوئي زي ما هنعرف دلوقتي إن العناصر عناصر التحكم طبعا الضوئية كتير طول ما شعاع الليزر بيبقى موجودة على الخلية الضوئية بتقدي مهمة معينة أو وظيفة معينة أول المنتج ما ييجي يعدي ويوصل لشعاع الليزر دوت ويقطعه على طول تروح دائرة التحكم توسل إشارة كهربية وتبدأ تقوم بالعملية أو الخطوة التالية يبقى احنا عرفنا كده من الشكل اللي قدامنا ده دائرة بسيطة باستخدام المقاومة الضوئية وده دائرة عامة زي ما قلت أقدر استخدمها في حاجات كتير نبدأ نشوف مع بعض كده واحدة واحدة عناصر التحكم الإلكتروني أول حاجة المقاومات الحرارية مقاومات الحرارية في منها نوعين في مقاومة اسمها مقاومة ذات معامل حراري موجب والمقاومة دي من اسمها ذات معامل حراري موجب يعني معناها أنها بتتأثر بدرجة الحرارة أول لما درجة الحرارة تزيد هي قيمتها كمان بتزيد يبقى المقاومة ذات المعامل حراري الموجب بتزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة والرمز بتاعها بنسميها إيه بي تي سي طيب في نوع تاني من المقاومات الحرارية ودي بقى هتكون عكسها اسمها المقاومة ذات المعامل الحراري السالب من اسمها برضو مقاومة ذات معامل حراري سالب يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان قيمتها بتقل عند ارتفاع درجة الحرارة يبقى لو درجة الحرارة زادت قيمة المقاومة نفسها تقل وبالتالي طبعا بتتحكم في شدة الطيار الكهرابي اللي هيمر من خلالها يبقى المقاومات الحرارية دي اقدر ان انا استخدمها للتحكم في العمليات الصناعية مثلا عن طريق مين؟ عن طريق الحرارة يبقى في كده عندي نوعين مقاومة اسمها BTC اللي هي مقاومة ذات معامل حراري موجب والنوع التاني اسمها مقاومة ذات معامل حراري سالب اللي هي NTC ويمكن المقاومات دي بتستخدم بقسرة في الاجهزة الالكترونية تعالوا نشوف كده ايه خواص المقاومتين وإيه الفرق بينهم في شكل مقارنة كده قدامنا هنلاقي المقاومة ذات المعامل الحراري الموجب زي ما قلت بتزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة طيب المقاومة دي بتصنع من ايه؟ من اشباه المواصلات طيب المدى الحراري ليها من كام؟ من خمسين درجة لمية وخمسين درجة مقاوية يعني معناها لو درجة الحرارة زادت من خمسين وتزيد بقى لحد مية وخمسين فقيمة المقاومة نفسها بتتغير خلاص في المدى دوت من خمسين لمية وخمسين درجة ايه؟ مقاوية النوع التاني اللي هي المقاومة ذات المعامل الحراري السالب زي ما قلت انها بتقل قيمتها عند ارتفاع درجة الحرارة طيب بتصنع من ايه؟ برضو بتصنع من الكربون ومن اشباه المواصلات المقاومة دي المدى الحراري ليها من خمسين لربعمية درجة مقاوية يعني معناها القيمة بتاعتها بتتغير خلاص في المدى الحراري من خمسين درجة لحد ربعمية درجة مقاوية طيب لو بصينا كده على الشكل اللي على الشاشة هنلاقي الرمز بتاع المقاومة ومنحنى الخواص اللي بيعبر لي عن العلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين قيمة المقاومة نبص على الشاشة كده هنلاقي هنا بالنسبة للمقاومة ذات المعامل الحراري الموجب اللي هي البي تي سي هنلاقي ان المنحنى هنا زي ما احنا شايفين علاقة ترضية يعني ايه؟ لما درجة الحرارة اللي هي التيل تيمبريتشر لما درجة الحرارة تزيد فنلاقي قيمة المقاومة تزيد فيبادية علاقة ايه؟ ترضية عشان كده بنقول ايه؟ المقاومة هنا تزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة والرمز بتاعها زي ما احنا شايفين برضو بتبقى مقاومة عليها سهم او مقاومة زي المقاومة المتغيرة كده والرمز بتاعها يكتب عليها ايه؟ بي تي سي النوع التاني اللي هي المقاومة ذات المعامل الحراري السالب اللي هي ان تي سي احنا لسا اقلين انها بتقل قيمتها بزيادة درجة الحرارة بس ناخد بالنا العلاقة هنا ما بين قيمة المقاومة اللي هي الار اللي هي الريزيستنس وما بين الت اللي هي درجة الحرارة العلاقة هنا علاقة ايه؟ علاقة عكسية وغير خطية يعني معناها ايه؟ ان درجة الحرارة لما تزيد زي ما احنا شايفين كده قيمة المقاومة تبدأ ايه؟ تقل والرمز بتاعها برضو زي ما احنا شايفين كده جنبيها رمز المقاومة ويتحط عليها سهم والمقاومة دي تيكتب عليها ايه؟ ان تي سي وساعات برضو في بعض الرموز بنلاقي المقاومة البي تي سي بنلاقي فيه سهمين صغيرين كده محطوطين ايه؟ عليها من فوق كده والسهمين طالعين لفوق الان تي سي نلاقي فيه سهمين صغيرين هنا واحد طالع لفوق واحد نازل ايه؟ لتحت يعني معناها علاقة عكسية يعني يعني قيمتها تقل لما درجة الحرارة تزيد طيب ده بالنسبة للمقاومات الايه؟ الحرارية طيب تعالوا نشوف كده النوع التاني من العناصر الالكترونية او عناصر التحكم الالكتروني النباقة الحساسة للضوء كلمة النباقة يعني معناها العناصر طيب معناها ايه بقى؟ النباقة الحساسة للضوء او العناصر الحساسة للضوء هي عناصر كهروضوئية تكون بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية يعني معناها بتحول التغير في شدة الضوء بتحوله الى ايه؟ الى طاقة كهربية طيب زي ايه؟ أول حاجة خلايا التوصيل الضوئية اللي هي المقاومة الضوئية اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية يبقى كلمة خلايا التوصيل الضوئية المقصود بيها المقاومات الضوئية طيب تاني نوع من عناصر أو النباقة الحساسة للضوء خلايا الجهد الضوئية ايه خلايا الجهد الضوئية دي؟ كلكم عارفينها اللي هي الخلايا الشمسية اللي هي اللي بتحول الضوء إلى طاقة كهربية ويمكن دي بنستخدمها كتير وفيه ألات حزبة حتى صغيرة كده بيبقى فيها شاشة صغيرة من فوق غير الشاشة الرقمية اللي بيظهر عليها الأرقام بتبقى الشاشة ديت عبارة عن إيه؟ بتبقى خلايا ضوئية بتحول الضوء إلى طاقة كهربية بتتغل بيه الدوائر الإلكترونية الآلة الحزبة طيب ده بالنسبة لإيه؟ الخلايا الجهد الضوئية طيب دلوقتي كمان إحنا بنستخدمها بقى في مجالات أوسع لتوليد الطاقة الكهربية ويمكن زي ما شفنا وبتابعوا في التلفزيون حتى بنلاقي فيه مشاريع كبيرة لمحطات توليد الطاقة الكهربية عن طريق مين؟ الخلايا الشمسية اللي هي طبعا بتحول بتبقى ألواح طاقة شمسية بتحول الضوء بتاع الشمس إلى طاقة كهربية ويمكن المجال دوت كمان دلوقتي يعني الدولة بقيت تتوسع فيه وفيه مشاريع كبيرة ابتدت طبعا تخود في المجال ده لأن طبعا الطاقة الكهربية اللي بيتم توليدها من خلال الطاقة الشمسية طبعا زي ما بنقول ديت اللي هي إيه؟ مصادر الطاقة النظيفة يعني ما بتعملش تلوث زي ما احنا عارفين طبعا زي المحطات الكهربية اللي بتشتغل بمشتقات البترول فطبعا البترول زي البنزين أو السولار أو الغاز طبعا لما بيتحرق بينبعث منه غازات بتكون ضر زي ساني اكسود الكربون والغازات دي طبعا بتأثر بتعمل تلوث فيه البيئة لكن الخلايا الطاقة الشمسية دي بنسميها طبعا مصادر الطاقة النظيفة إنها بتحول الضوء بتاع الشمس بتحوله لطاقة ايه؟ كهربية ما بينبعثش منها طبعا لغازات سمى ولا بتلوث البيئة وطبعا يعني ديت من المجالات الحديثة فيه طبعا من النباقة الحساسة للضوء السنائيات الضوئية السنائيات الضوئية السنائيات الضوئية ده بيبقى عبارة عن ايه؟ سنائي زي ما احنا كنا كلمنا قبل كده في الحلقات اللي فات السنائي ده عبارة عن ايه؟ موحد وصلة سنائية بتكون مصنوعة من أشباه الموصلات من السيليكون يعني بلورة مجابة وبلورة ايه؟ سالبة السنائي العادي زي ما احنا عارفين انه بيوصل الطيار في الاتجاه الامامي هو طبعا بيكون ليه طرفين اند وكاسد الطيار لما اند متوصل بالموجب والكاسد متوصل بالسالب فهنا بنقول ان الموحد او السنائي متوصل في اتجاه الامامي فيمرر الطيار لكن لو عكسنا التوصيل بتاعه الاند مع السالب والكاسد مع الموجب يبقى هنا نقول في انحياز ايه؟ عكسي وفي الحالة دي بيمنع مرور الطيار الكلام ده بينطبق على مين؟ السنائي العادي اللي هو سنائي التوحيد لكن بالنسبة بقى للسنائي الضوئي السنائي الضوئي صحيح هو عبارة عن وصلة سنائية برضو يعني بلورة مجابة وبلورة ايه؟ سالبة لكن بيبقى فيه عدسة بتسمح في الغلاف بتاعه بتسمح بسقوط الضوء على الوصلة السنائية يعني الضوء اللي موجود بره ده يسقط من خلال عدسة دي ويدخل جوه السنائي عشان يسقط على الوصلة السنائية بتاعه طب الفكرة هنا ايه؟ السنائي الضوئي بيتوصل في اتجاه عكسي يعني ايه؟ يعني الانود بتاعه بيتوصل بالسالب والكسد بيتوصل بالموجب طب ما هو دلوقتي في اتجاه عكسي هيسمح بمرور طيار؟ لا طبعا لكن عند سقوط الضوء على الوصلة السنائية بتاعته من خلال زي ما قلت العدسة اللي بتكون موجودة في الغلاف بتاعه اول ما يسقط الضوء عليه مقومة الوصلة السنائية تقل جدا ويسمح بمرور الطيار الكهرابي يبقى السنائي الضوئي زي ما قلت احنا بنستخدمه علشان يحول برضو الطاقة الضوئية الى طاقة ايه؟ كهرابية بيتوصل في اتجاه عكسي في الدوائر الالكترونية مش هيسمح بمرور طيار لكن عند سقوط الضوء عليه يسمح بمرور الطيار طيب تعالوا نبص كده على الشاشة النوع الرابع طبعا اللي هي الترانزيستورات الضوئية ما ننسهاش والترانزيستورات الضوئية طبعا بتشبه برضو الترانزيستور العادي يعني يقاليها 3 اطراف وبتتكون من 3 بلورات B و N و B أو N B N لكن الترانزيستور الضوئي برضو بيبقى فيه عدسة برضو في الغلاف بتاعه وتسمح بسقوط الضوء على الوصلة بتاعه يعني معناه برضو ان انا بستخدمه علشان اتحكم في مرور الطيار الكهرابي من خلال الضوء المقاومات الضوئية زي ما قلنا بتقل مقاومتها عند تعرضها للضوء ده الرمز بتاعها مقاومة يعني السهم اللي عليها ده بيدل على ان النهاية بتبقى متغيرة قيمتها يعني بتتغير والسهمين اللي بيسقطوا عليها دول بيعبروا عن الضوء يبقى اي عنصر هنلاقي مرسوم وعليه سهمين كده للداخل ناحية العنصر نفسه نعرف على طول ان العنصر ده حساس للضوء حساس للضوء طب في عناصر تانية زي الليد بيبقى السهمين بيبصوا البر يبقى معناه ايه انه بيشعل الضوء يعني بينور يعني يبقى كأنه لم بيتبيان يعني لما يمر فيه طيار بيضيب لكن المقاومات الضوئية لا دي بتبقى حساسة لشدة الضوء يبقى لما الضوء يسقط عليها مقاومتها يحصل لها ايه تقل زي ما احنا شايفين المنحنة اللي قدامي على الشاشة ده بيوضح لي العلاقة ما بين قيمة المقاومة وبين شدة الضوء فنبص كده في البداية هنلاقي انه قيمة المقاومة هنا كبيرة توصل لعشرة قس ستة اوم يعني ميجا اوم يعني مليون اوم في الحالة دي تعتبر عزلة لكن عند سقوط الضوء عليها شوف كده كلما الضوء يزيد نلاقي هنا قيمة المقاومة يحصل لها ايه تقل وتنخفض لحد كام عشرة اوم بس يعني معناها انها تبقى موصلة يبقى المقاومة الضوءية في البداية او في حالة الازلام بتكون مقاومتها كبيرة جدا تكون عزلة وتوصل مقاومتها لعشرة قس ستة اوم او ميجا اوم وعند سقوط تضع عليها مقاومتها بتقل جدا وتصل الى عشرة اوم بس يعني تبقى موصلة طب ناخد بالنا برضو كده الرمز بتاع المقاومة الضوءية فيه رمزين هنا مرسومين الاتنين على فكرة بيستخدموا وبيعبروا عن نفس الحاجة يعني هنلاقي المقاومات في النظام الاوروبي بنرسمها بالشكل المستطيل كل انواع المقاومات بتترسم بشكل ايه مستطيل زي كده في النظام الامريكي بتبقى العناصر بتترسم ازاي بتترسم بالشكل دوت وبتبقى عبارة عن ايه شايفين كده الخط الزجزاج ده ده بيعبر عن ايه عن المقاومة برضو فيبقى الرمزين لحاجة واحدة بس ده بالنظام الاوروبي وده النظام الايه الامريكي استخدامات المقاومة الضوءية اقدر استخدمها في ايه بقى في اجهزة قياس شدة الضوء دي اول حاجة يعني زي ما انا قلت انها بتحول شدة الضوء الى اشارة كهربية ما هي الاشارة الكهربية دي هقدر ان انا اخدها اوصلها لجهاز قياس زي ميلي اميتر مثلا او مالتي ميتر والجهاز ده كلما الطيار الكهربية اللي بيمر فيه يزيد فالمؤشر بتاعه يزيد او اذا كان رقمي فهيديني الاراية رقمية يعني معناها انها بتستخدم هنا في اجهزة قياس ايه شدة الضوء يعني تحول شدة الضوء الى اشارة كهربية الاشارة الكهربية دي تزيد او تقل على حسب شدة الضوء فقدر ايسها بسهولة باستخدام اجهزة القياس طيب تاني حاجة صلا في دوائر التحكم في الابواب اوتوماتيكيا يعني ايه يمكن برضو كلكم عارفين او لما حد بيروح مثلا شركة او بنك مثلا او يعني اي مؤسسة كبيرة ييجي وهو داخل كده قبل الباب قبل ما يوصل للباب كده بمسافة صغيرة فيلاقي الباب يروح مفتوح قدامه وبعدين بعد ما يعدي يروح الباب مقفول تاني طيب هنا ممكن مين اللي فتح الباب ومين اللي قفله داير التحكم بسيطة ممكن نستخدم فيها مين المقاومات الضوئية المقاومة الضوئية دي يعني ابسط مثال تبقى تتحط قبل الباب وفي الجهة التانية شعاع ضوئي زي شعاع الليزر كده طبعا بيكون شعاع رفيع جدا ومحدش شايفه فمجرد ان الشعاع داوت طول ما هو ساقط على المقاومة الضوئية فالباب بيكون مقفول طب أول بقى محد وهو بيعدي كده قطع الشعاع بتاع الضوئ دا على طول المقاومة الضوئية قيمتها تتغير فجأة توصل إشارة كهربية لدائرة التحكم دائرة التحكم دي بتتتحكم في تشغيل مين؟ مطور كهربي فالمطور داوت يعمل ايه؟ يروح مشغل الباب فيروح فاتح الباب قدام الشخص أو العميل اللي داخل فيمر بعد ما يمر شعاع الضوء خلاص رجع تاني على المقاومة فتروح الدايرة تشتغل بالطريقة عكسية فتروح المطور يشتغل في عكس اللي تجاه فيروح قافل الباب مرة تاني فده مثال بسيط جدا يبقى بتستخدم المقاومة الضوئية زي ما قلت للتحكم في فتح وغلق الأبواب أوتوماتيكي طيب دي تاني حاجة ثالث حاجة تستخدم في دوائر الإنذار عند اقتحام مكان طيب زي ايه؟ شفتوا المثال اللي احنا لسه قيلينه زيه بالظبط بس بدل ما دايرة التحكم هتتحكم في فتح وقفل الباب؟ لا دايرة التحكم هنا هتتحكم في تشغيل ايه؟ جرز للإنذار بحيث ايه؟ طبعا هنا بقى دي يعني دايرة إنذار بتتحط برضو في البنوك وفي الأماكن المهمة لو شخص جي يمر علشان عايز يقتحم المكان أو يقتحم الباب دوات علشان يسرق حاجة هو مش شايف الشعاع الليزر اللي موجود دا فأول ما يمر لو قطع الشعاع الليزر دا المقاومة الضوئية هنا زي ما قلنا قيمتها بتتغير فجأة وقيمتها طبعا هتزيد احنا قلنا لما تضوء بيكون ساكت عليها قيمتها ايه؟ صغيرة جدا أول ما تضوء ينقطع على طول قيمتها ايه؟ تزيد فجأة فطبعا توصل إشارة لمين؟ لدايرة التحكم بقى اللي هتتحكم في تشغيل مين هنا؟ مش هتفتح له الباب لا دا هنا بقى هتروح مشغلة جرز الإنذار يبقى برضو نفس الفكرة بتاعت الدايرة اللي فاتت بس هنا هتستخدم فيه دوائر الإنذار طيب رابع حاجة تستخدم فيه أجهزة عد المنتجات وأجهزة عد المنتجات دي بتبقى في المصانع تستخدم بكسرة طبعا زي ما احنا عارفين المنتجات اللي هي بيتم تصنيعها بأعداد يعني كل عبوة مثلا بيبقى فيها عدد معين من المنتج دا فطبعا هنا بقى بيتم الاستخدام التحكم الإلكتروني في عد المنتجات بسهولة بدل ما يبقى فيه عامل أو حد واقف قدام على خط الإنتاج وبيمسك المنتجات ويعبيها بطريقة يدوية لا دلوقتي بقى عبارة عن خط الإنتاج طبعا بيمر عليه المنتجات سير بيتحرك والمنتج ايا كان بقى المنتج دا بيتحرك ايه على السير كده عبوات ماشية أورا بعضها في نهاية السير شعر ليزر وفي الناحية التانية مقاومة ضوئية شعر ليزر دا واتساقط على المقاومة الضوئية أول المنتج ما يجي عدد هيعمل ايه هيحقطع شعر ليزر فيعمل ايه فيروح كده المقاومة الضوئية دي قمتها اتغيرت خلاص كانت قمتها صغير وقبل ما شعر الدوق اتقطع قمتها زادت وبعدين شعر الدوق رجاء قمتها قلت فعملت ايه وصلت نبضة النبضة دي يعني طائر كهرابي النبضة دي تتوصل لمين بقى لدائرة التحكم او جهاز التحكم الالكتروني اذا كان بقى اجهزة التحكم مبرمجة زي اجهزة البي ال سي او جهاز كمبيوتر او ايا كان تبدأ تعد النبضات دي فكل لما عبوة تعدي تقطع شعر ليزر فتعد كده ايه ادي واحد وبعدين تيجي العبوة التانية تعدي بعديها تقطع شعر الدوق تاني مرة تانية يبقى كده اتنين وهكذا لحد ما توصل للعدد اللي احنا مبرمجين عليه دايرة التحكم او جهاز التحكم وليكن مثلا ان كل عبوة يكون فيها عشر قطع مثلا يبقى تفضل تعدي العبوات دي بتعدي طبعا لما توصل لنهاية السير بتنزل بقى في عبوة مثلا وتبدأ ايه بتتعد واحد اتنين تلات اربعة اول ما توصل لعشرة العدد اللي احنا كنا محددينه في البرنامج فتروح على طول العبوة دي بتكون وقفة على سير تبدأ تتحرك وتيجي عبوة تانية فاضية مكانها وتبدأ تعد من جديد فيبقى هنا بنقدر نستخدم برضو المقاومات الضوئية زي ما قولت في اجهزة عد المنتجات في على خطوط الانتاج طبعا في المصانع طبعا دايرة التحكم البسيطة باستخدام المقاومات الضوئية اللي احنا قلناها في البداية مش هنقولها تاني بقى يعني دا كان مثال على استخدام المقاومة الضوئية للتحكم وزي ما قلنا الدائرة دي الدائرة عامة يعني نقدر استخدمها في اي حاجة خلاص هتتحكم في حاجات كتير يعني فكرتها زي ما قلنا ببساطة بسرعة كده بنقول عند سقوط الضوء على المقاومة الضوئية اللي بيحصل تقل قمتها وتسمح بمرور الطيار الكهرابي الى مين؟ الملف المغناطيسي اللي هو بتاع المتمم الكهرابي او الرلي فيكون بتوليد مجال مغناطيسي يجذب الريشة المتحركة فتعمل على توصيل دائرة التحكم لآداء الوظيفة المصممة من اجلها ايا كانت بقى الوظيفة ديت اذا كانت بقى هتفتح باب او تقف الباب او تشغل جرس انذار او تتحكم في مطور او في تشغيل مطور يعني نقدر نستخدمها في حاجات كتير عندي السنائي الضوئي تكلمنا عليه من شوية قلنا هو سنائي ذو وصلة بي ون يعني بي يعني موجب ون يعني سالب يعني بلورة موجبه وبلورة سالبه داخل غلاف به فتحة او عدسة تسمح بسكوت الضوء على الوصلة السنائية يعني هو يشبه السنائي العادي ولكن طبعا بيكون زي ما قلنا في فتحة او عدسة تسمح بسكوت الضوء على الوصلة السنائية بتاعه زي ما احنا شايفين كده ده الرمز بتاعه طبعا ادي رمز السنائي موحد ليه طرفين اند وكاسد والسهمين دول زي ما قلنا من شوية طالما السهمين بيسقطوا على العنصر للداخل كده يبقى معناه انه حساس للضوء طيب دي طبعا دايرة بتوضح لي كيفيه التوصيل السنائي الضوءي في الدايرة لو انتوا لاحظتوا البطارية هنا الطرف السالب بتاعها الشرطة الصغيرة دي يعني السالب والطرف الموجب لتحت طيب الطرف السالب هنا متوسل مع مين مع الاند طيب والكاسد بتاع السنائي متوسل مع مين مع الطرف الموجب بتاع البطارية يعني معناه ان السنائي هنا متوسل في اتجاه عكسي وفي الحالة دي يمنع مرور الطيار ولكن عنده سكوت الضوء عليه بقى ايه اللي يحصل الوصلة السنائية مقومتها تقل جدا وتسمح بمرور الطيار يبقى هنا اقدر استخدم السنائي الضوءي في ايه اقدر استخدمه للتحكم في العمليات الصناعية عن طريق الضوء عندي من عناصر التحكم برضو المهمة جدا الترانزيستور الضوءي ولو شفنا كده على اليسار هنلاقي هنا الرمز بتاع الترانزيستور الضوءي وهو بيشبه الترانزيستور العادي اللي هو ال NBN ليه ثلاث اطراف زي ما احنا شايفين الكلكتور اللي هو المجمع والبيز اللي هي القاعدة والإميتر اللي هو المشاع ولكن هنا الرمز بقى بتاع الترانزيستور الضوءي عليه ساهمين برضو للداخل يعني معناه ايه انه حساس للضوء يبقى الترانزيستور الضوءي هنا ايه حساس للضوء يعني معناه ايه احنا عارفين كلنا ان الترانزيستور العادي اللي هو السناء الواصلة ال NBN او الBNB انا بتحكم في طيار الخرج بتاع الترانزيستور اللي هو طيار المجمع عن طريق طيار القاعدة ده بالنسبة للترانزيستور العادي يعني معناه ان الترانزيستور العادي اللي هو ال NBN اللي احنا بنوه عليه سناء الواصلة بتحكم في طيار الخرج عن طريق مين؟ عن طريق طيار الدخل اللي هو طيار القاعدة يعني كأن القاعدة ديت كأن الطرف ده كأنه هو المفتاح لما ندوس عليه فيوصل الطيار في دايرة الخرج اللي هي ما بين المجمع والمشاع ما فيش طيار على القاعدة فتلاقي ترانزيستور ايه فاصل لكن بقى الترانزيستور الضوئي ترانزيستور الضوئي زي ما قلنا انه هو برضو ليه ثلاث أطراف زي الترانزيستور العادي ولكن بيوجد سناء ضوئي متوصل في الداخل ما بين طرف المجمع وما بين طرف القاعدة يبقى هو كأنه ترانزيستور عادي ولكن بداخله كمان ايه ثناء ضوئي ما بين مين ومين ما بين المجمع والايه والقاعدة في معظم التطبيقات اللي استخداماتي يعني ما بيستخدمش طرف القاعدة هنا بتاع الترانزيستور الضوئي بيستخدم الطرفين بس اللي هو طرف المجمع وطرف ايه المشاعر طب هيشتغل ازاي؟ عن طريق الضوء يعني ايه عنده سكوت الضوء بقى على الترانزيستور هنا ما احنا قلنا ان هو في عدسة تسمح بمرور ايه؟ الضوء طيب الضوء هنا لما يمر من خلال العدسة دي ويسقط على السناء الضوئي اللي هو اللي موجود بداخله ايه اللي يحصل؟ فهيسمح بمرور طيار ماشي ما بين من السناء الضوئي ده من المجمع كده يروح للقاعدة فيبقى هو كده كأنه وصلنا طيار للقاعدة فيسمح بتوصيل مين؟ بتوصيل الترانزيستور الضوئي هنا في الدايرة الخارجية ويسمح بمرور الطيار يعني معناه ان انا اتحكمت هنا في الترانزيستور الضوئي عن طريق الضوء يبقى في القاعدة زي ما اقولت في معظم التطبيقات في الترانزيستور الضوئي لا يستخدم طب مألها يشغل ازاي؟ عن طريق الضوء زي ما اقولنا اول الضوء ما يسقط على السناء الضوئي من خلال العدسة اللي موجودة في الترانزيستور الضوئي فيه طيار كهرابي يمر يروح للقعدة وبالتالي يسمح بتوصيل الطيار الكهرابي بقى في الدايرة الخارجية ما بين طبعا المجمع والإيه والمشاع ونستخدمه في عمليات التحق نبص كده على الدايرة المكافأة للترانزيستور الضوئي زي ما احنا شايفين هنلاقي زي ما انا كنت لسه بقول الترانزيستور الضوئي يشبه الترانزيستور العادي زي ما احنا شايفين اهو ولكن بص كده ده الغلاف بتاعه اللي هو المربع اللي هو عبارة عن شرة متقطعة ده في داخله ايه بقى سنائي ضوئي متوصل بين مين ومين بين طرف المجمع وطرف ايه القعدة عند سكوط الضوء عليه ايه اللي هيحصل السنائي الضوئي هنا مقومته هتقل فيسمح بمرور طيار كده من اين من عند طرف المجمع ويمر يروح لمين للقعدة فبالتالي ترانزيستور هنا هيوصل ويمر طيار كبير بقى ما بين مين ومين ما بين المجمع والمشاعب يبنى اقدر استخدمه في عمليات التحكم عن طريق الضوء وبرده الترانزيستور الضوئي بنستخدمه يمكن في تطبيقات كتير وتشبه المقاومة الضوئية لكن الترانزيستور الضوئي طبعا بتكون حساسيته عالية الترانزيستور الضوئي بتكون حساسيته ايه؟ عالية بيستخدم طبعا في اجهزة قياس شدة الضوء نستخدمه في اجهزة الانزار يستخدم في قياس السرعة في جهاز التاكوميتر لقياس السرعة بنستخدمه للتحكم برضه في فتح وغلق الابواب اوتوماتيكيا تطبيقات الترانزيستور الضوئي زي ما احنا قلنا هو تكاشف للدخان واللهب في دواير الانزار استخدم في دواير التحكم في الابواب اوتوماتيكيا استخدم في جهاز التاكوميتر لقياس السرعة وفي اجهزة عد المنتجات الترانزيستور بقى العادي من انسهوش وده عنصر مهم جدا طبعا وبنستخدمه في عمليات التحكم الترانزيستور هنا العادي بيقى فيه منه نوعين B N B والنوع التاني N B N اللي اتنين طبعا فكرة عملهم واحدة ولكن الفرق ما بينهم في كيفية توصيل جهد الانحياز هناخد بالنا هنا الترانزيستور ال B N B السهم اللي بيقى على طرف المشاعب بنعمله للداخل بالنسبة للترانزيستور ال N B N السهم بنعمله للخارج طبعا زي ما قلت النوعين من الترانزيستور هنا فكرتهم واحدة ولكن طبعا الفرق في كيفية توصيل جهد الانحياز يعني ايه بالنسبة للترانزيستور ال B N B هنلاقي طرف المشاع بيتوصل بالموجب والمجمع يتوصل بايه بالسالب نروح بقى للترانزيستور ال N B N المشاع N فيتوصل بالطرف السالب المجمع C يتوصل هنا ايه بالطرف الموجب طبعا الترانزيستور العادي اللي هو ال B N B وال N B N بيستخدم كمكبر ودي اهم حاجة طبعا ويستخدم كمفتاح الكتروني في دوائر التحكم طبعا استخدامات الترانزيستور كمفتاح الكتروني لمميزات مهمة زي عدم موجود اجزاء تتحرك او تتآكل زي المفتاح الميكانيكي هنعارفين طبعا المفتاح العادي من كتر التشغيل النقط التلامس اللي فيه بتتآكل فبيتلف ويتلف بسرعة كمان لكن الترانزيستور بيستخدم كمفتاح الكتروني في دوائر التحكم وسريع جدا وبدون طبعا اجزاء تتحرك او ايه او تتآكل الميزة التانية سهولة تشغيله بواسطة مختلف الاشارات الكهربية يعني اي طيار كهربي اوصله لقاعدة الترانزيستور سواء طيار مستمر او موجة جايبية او موجة مربعة او مسلسة اقدر من خلالها ان انا اتحكم في تشغيل الترانزيستور في عندي عنصر مهم جدا اللي هو السيريستور بنسميه الموحد السيليكوني المحكوم بيشبه الموحد العادي ولكن طبعا له بوابة تحكم له بوابة ايه تحكم يبقى زي ما احنا شفنا كده قدل ايه طرف الاند طرف الكسد وقادي البوابة اللي هي بوابة الايه التحكم السيريستور طبعا بتكون من اربع طبقات بي اين بي اين وله سلاسة اطراف اند وكسد وبوابة تحكم وسيريستور عنصر مهم طبعا استخداماته كتير هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية احنا وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة وتكلمنا على معزم العناصر اللي بنستخدمها في عمليات التحكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنكمل مع بعض بقية عناصر التحكم الالكتروني وناخد فكرة كده برضو عن التحكم الرقمي واشوفكم على خير ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته